كما كان متوقعاً بقي الجمود في مسار الأزمة والحرب في اليمن عنوان الجولة الجديدة للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في المنطقة تبدت بوضوح خطوط المهمة التي يحاول المبعوث الأممي إنجازها وقف شامل لإطلاق النار وفقاً لقواعد العاشر من أبريل نيسان 2016 لا مؤشرات ميدانية على إمكانية الذهاب إليه في ظل امتناع الإنقلابين حتى اللحظة عن تسمية ممثلهم في لجنة التهديئة المفترض أن تتوجه إلى العاصمية الأردنية للمشاركة في دورة تدريبية قبل انتقالها إلى ظهران الجنوب على الصعيد السياسي لا شيء جديد ترأى على الخطة الأممية إلا ما تسرب من إمكانية إبقاء صلاحية الرئيس لكن مع بقاء الأفكار المثيرة للخلاف ذاتها المتصلة بالنائب التوافقي الذي لا يعني سوى التحيّن للإجهاز على صلاحيات الرئيس وتفديدها بين نائب توافقي وحكومته شراكة وطنية مزعومة في عمان تلقى ولد الشيخ من وزير الخارجية الأردري أيمن الصفدي تأكيدات بدعم جهود السلام لكن المرتكزة على المرجعيات الثلاث التي تحاول خطة المبعوث الدولي أن تتأسس بديلا عنها رغم إصراره المستمر على أن الخطة تستند إليها يحاول ولد الشيخ توسيع نطاق مشاوراته في المنطقة للتغلب على حالة الجمود الراهنة في ملف الأزمة والحرب في اليمن لتشمل أمين عام الجامعات العربية ففي رسالة وجهها إلى أحمد أبو الغيط عارض ولد الشيخ آخر مستجدات العملية التفاوضية والخطوط العامة لخريطة الطريق التي قدمها للأطراف اليمنية في الرابع والعشرين من أكتوبر الماضي والتي قال إنها من المحددات التي حازت على التوافق والإجماع الدوليين وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليةها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن بما فيها القرار 2016 فضلا عن مخرجات الحوار الوطني الشامل كان له في تنغياب اليمن عن مناقشات مجلس الأمن الدولي التي كرست لتقييم الوضع في الشرق الأوسط أمر له علاقة بعدم توفر الجديد الذي يسعى لمبعوث الأممي إلى إيجاده بكل السبل وعبر جولة مكوكية لا يبدو أنها ستمنحه فرصة حقيقية لجمع الأطراف على طاولة مفاوضات تنهي الحرب بعد أن استنفذت الأمم المتحدة حيالها في إقناع هذه الأطراف أن بالإمكان إنهاء الحرب في اليمن مع الإبقاء على مسببات اندلاعها في أي لحظة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة